الأرنب والظبي أهلاً يا أصدقاء هل تحبون العم قمر؟ هذه القصة تحكي عنه فقط منذ زمن طويل اعتاد العم قمر أن يسافر في السماء على عربته التي يتم سحبها عن طريق ظبي صغير وجميل وذهبي اللون وليس عن طريق خيول كان هذا الظبي حقاً جميلاً وجذاباً جداً فهو يمتلك قروناً كبيرة وجميلة والقليل من النقاط الذهبية اللطيفة التي تنتشر في جميع أنحاء جسمه فكان الشيء المفضل لدى العم قمر العزيز وكان العم قمر معتاداً أن يعطيه الأعشاب الخضراء الناعمة والبتلات ليأكلهم فقد أصبح عزيزاً جداً لدى العم قمر وفي يوم ما رأى العم قمر أثناء رحلته روتينية في حديقة السماء شجرة تسمى الغوكارنة يا ما هذا الجمال هل تعلم ما هو هذا الجمال وكان هناك أرنب لطيف وسمين جداً وجميل أيضاً وقد كان هذا الأرنب الناعم ناصع البياض مرئي بوضوح من خلال عشب الحديقة الأخضر الطازج وكانت عيناهم متواهجة وشديدة الاحمرار وبمجرد سماع الضجيج الخافت الصادر من العم قمر ومن الضبي اختبأ الضبي خلف شجرة الغوكارنة وأصبح قلب الضبي يخفق دعف سرعته الطبيعية لكن العم قمر قام بإمساكه برفق وحب وركب عربته مرة أخرى عائداً إلى منزله وبعد ذلك اليوم بتأ يدلله كثيراً جداً كما اعتاد العم قمر على أخذه أينما يذهب كما اعتاد على وضعه في حضنه فقط مسكين هذا الضبي لا يوجد أحد يحبه بعد الآن فقد أصبح العم قمر يحب الأرنب بشدة حتى أنه أصبح يصطحبه دائماً معه وقد أصبح الضبي يشعر دائماً بالغيرة تجاه الأرنب لكنه لا يستطيع فعل أي شيء سوى أن يظل صامتاً وذات مرة أرهق الضبي من جذب العربة وشعر بجوع شديد ثم نزل إلى الحديقة وبدأ يتناول البتلات مهلاً مهلاً أيها الضبي هل تعلم من يمتلك تلك البتلات التي تتناولها؟ فنظر الضبي خلفه ثم تفاجأ حين وجد أن الأرنب هو من يحدثه بهذه الطريقة الواقحة جداً وأصبح الضبي غاضباً جداً في تلك اللحظة حيث كان عليه أن يواجه الأرنب الموجود أمامه ماذا حدث لك؟ ما حدث هو أن تلك الشجرة ملكي كيف تجرؤ على تناول بتلاتها؟ كيف تمتلكها وكل تلك الحديقة هي ملك العم قمر؟ وأنا أيضاً ملكه وسأأكل من بتلاتها لا تتجرأ وتأكل منهم أو تلمسهم وإلا سأصفعك مهلاً مهلاً كيف تجرؤ أن تقول هذا؟ إذا علم العم قمر بكل ما حدث سيلقنك درساً وأصبح الأرنب أكثر غضباً وأصبحت عيناه لمعاناً واحمراراً اذهب اذهب فأنا لست خائفاً من العم قمر انظر أيها الأرنب حتى وإن كان العم قمر يحبك أكثر مما يحبني فلا تتجرأ وتتحدث معي بتلك الطريقة أظن أن حب العم قمر لك قد جعلك فضل من هذا العم قمر؟ ترجع كل تلك الإضاءة إلى بشرة نقية ونصعة البياض صدم الضبي بسماع ما يقوله الأرنب ثم غادر وفي اليوم التالي كان الأرنب جالساً في هدن العم قمر فدخل الضبي وقال عم قمر بسببك أنت فاقت أصبح هذا الأرنب واقحاً ومغروراً جداً لماذا؟ ماذا حدث؟ هل تعلم ما حدث البارحة؟ البارحة؟ لا ماذا حدث؟ لا أعلم لقد كنت أكل من بتلات شجرة الغوكارنة لأني كنت أشعر بجوع شديد حتى جاء هذا الأرنب وبدأ تشاجر معي بشكل سيء تشاجر الأرنب معك؟ هل تشاجرت معه أيها الأرنب؟ نعم لقد فعلت كان يأكل بتلات شجرة الغوكارنة التي أمتلكها عم قمر نحن نمتلك تلك شجرة أليس كذلك؟ هل هو يمتلكها بمفرده؟ نعم هي ملكي انظر انظر كيف يتشاجر معي كما أنه ذكر أن كل الأرض تضيء بسببه هو وجسده شديد البياض وبسماع كل هذا أصبح العم قمر غاضباً جداً مهلاً أيها الأرنب هل هذا ما قلته للضبي؟ نعم لقد قلت ذلك وهو صحيح لهذا السبب تستحبني معك في كل الأوقات وأصبح العم قمر غاضباً بشدة وألقى بالأرنب بعيداً عنه أغرب عن وجهي اذهب وعيش على الأرض فقد جعلك حبي مغروراً ووقحاً وقد انتهى كل الحب والمودة تجاه الأرنب وبالفعل عرف خطأه لكن الآن لا يوجد أي خيار أمامه وفي يوم ما جاء الضبي وقابله ثم قال له ماذا حدث يا صديقي؟ متى أصبحت نحيفاً هكذا؟ أين محادثاتك وطريقتك المتغطرسة؟ يا صديق العزيز لماذا تحدثني بتلك الطريقة؟ لقد أدرقت خطأي وأشعر بسوء شديد حيال ذلك أنا أفتقدك وأفتقد العم قمر وأريد العودة إلى هناك مرة أخرى شعر الضبي بتعاطف شديد انتجاه الأرنب عزيز الأرنب هل أنت حقاً تشعر بالأسف على ما فعلت؟ إذن لا تبكي سأتحدث إلى العم قمر تقدم تقدم ادخل معي إلى العم قمر فقد أخذ الضبي الأرنب إلى العم قمر عم قمر عم قمر لقد قابلت الأرنب على الأرض وماذا حدث؟ مسكين هذا الأرنب فهو في حالة سيئة جداً هو يستحق ذلك ماذا يمكنني أن أفعل حيال ذلك؟ لا لا يا عم قمر لقد كان الأرنب محبوباً منك بشدة ألا تشعر بسوء انتجاهه؟ انظر أيها الضبي يجب أن يعامل كل المتغطر الصين بهذه الطريقة فقط لكنه قد واجه كل المتاعب التي كان عليهم واجهتها يا عم قمر أرجوك أرجعه هنا مرة أخرى حسناً حسناً إذا تريد ذلك سأفعله ادعوه للدخول رقد الضبي ثم استحب الأرنب بجانبه وقد شعر العم قمر بسوء شديد لأنه جعل الأرنب يبكي ثم أخذه على ركبته وقال له انظر أيها الأرنب لقد أصبحت شديد الغرور نتيجة حبي لك ويجب على الشخص أن يعتمد على نفسه ويكون متواضعاً وإلا يكون متعجرفاً تجاه الآخرين يمكنك بالطبع البقاء معنا لكن الآن لن أخذك معي في كل وقت سأصطحبك فقط يوم اكتمال القمر في الأيام الأخرى سأصطحب معي الضبي ومن الآن فصاعداً يا أطفال بدأ العم قمر يصطحب الأرنب معه أيام اكتمال القمر وفي الأيام الأخرى يأخذ الضبي فقط هل رأيتوهم يا أطفال؟ لا إذن انظروا إليهم الليلة وأخبروني من يجلس على ركبة العم قمر الضبي أم الأرنب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر